السلام عليكم خوتي مرحبا بكم مجددا في قناتكم اخبار بلادي في هذا الفيديو خوتي لازم تركز معي لانا احنا احطى لكم على موضوع مهم جدا كيفية الامارات هي السبب الرئيسي وراء قطع الجزائر العلاقات مع المغرب وايضا هناك اتهامات خطيرة جدا للامارات بانها تحاول تنوض الحرب بين المغرب والجزائر كيف حدث هذا الامر خوتي الفيديو رح يفاجأكم قبل ما نبدأ ودعمونا بالضغط على زر الاعجاب اشتركوا في هذه القناة وهذا الفيديو شاركوا مع اصدقائكم لان الحقيقة داخل هذا الفيديو رح تصدامكم خوتي بلما نطوي عليكم هيا الى تفاصيل الاخبار في الاول خوتي حبيث نذكركم بلي رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بنغرينا كان تحدث على هذا الموضوع هو صحيح انه يتحدث بالشرات لكن قاع قاعدك على باننا صاريح لازم اكما الناس كتكون تحضر على الجنون تقول لك هذوك الناس كتكون هذوك الناس ها بين الجنون هاك ذيك بنغرينا راهي دي الخاتو قالهم راهي كاينة الدولة قالهم كاينة الدولة عربية خليجية راهي تتحاول تخلي كل الدول المحيطة بالجزائر طبع مع الكيان الصهيوني باش الكيان الصهيوني يحاصر الجزائر قالهم هذو الدولة العربية مكتفيش بهذا الامر لا قالهم هاللي ايضا الجزائر ترشحت لحصول على مقاعد في مجلس الامن هذا الدولة العربية صوتت ضد الجزائر من هذه الدولة العربية شكون الامارات ذوك خاتو ذوك نزيد نوريكم فيديوهات تشرح الامر اكثر الان خاتو هاخر لكم فيديو خفيف كيمشي البنغرينا وهو يشرح الامر ثم هنتحدث لكم على حادثة خطيرة جدا ان الجزائر غضبت كثيرا منها من المغرب لكن يبدو ان المغرب ليس هي في الحقيقة من هاجمت الجزائر الامارات هي من فعل هذا الامر وكل محاولات الامارات راه تصب باش يتنوض حرب بين الجزائر والمغرب ويدمروا بعضهم بيدهم وهي تكون هاكذا لبيت مطالب اسرائيل شوفوه اشقل هنا بنغرينا خوزي اقولها الان وهي اخر مرة اتكلم يجب ان يكون واضح واقولها الان وهي اخر مرة اتكلم في هذا الموضع هناك كيان وظيفي للأسف عربي الامارات حيث ما حل حل الدمار الامارات انتقل الى المغرب فالبه على الجزائر رغم ان المغرب لها طريق طويل ضد الجزائر حاول في ليبيا حاول في مالي حاول في النيجر وقع بفلتان او اوقع فلتان في ليبيا وقلت انه شؤومة لي صحيح الشيء بولخاوت هيديتة ليبيا سمطيخ وقع بفلتان او اوقع فلتان في ليبيا الليبيا مرحبكم شفتوا الى احداث الاخيرة والسرات خوتي مع وزارة الخارجية الليبية نهذا راح اتتلاقات مع وزارة الخارجية الاسرائيل يوم بعد اسرائيل العال نتب اللي هنا لك اجتماع سري بين ليبيا والجزاء واسرائيل وانو راح يكون هناك تطبيع في المستقبل القريب هذا الامر خليح تجاجة ضخمة يعني قريب نضط حرب داخل ليبيا غير على جال هذك المقالة صحفيني نشرته اسرائيل يعني حقا اسرائيل رايكي ما هذك بعتشار عليكم ملك الموت ومش حاف هذك الميم اللي يدير وزعمت عملك الموت وين يدخل يكتل يعود يخرج الدم يجيب ورا هكي آثار تعدم وراه وزيد يعود يدخل باب الزوج وزيد يكتل وزيد يخرج وين تدخل الامارات واسرائيل ايضا تحدث الدمار والان السبونسور الكبير والدعم الكبير لاسرائيل هي الامارات وقلت ان هناك زيارات مشؤومة لبعض هذا الكيان لدولة تونس الشقيقة حيث ما حل في اي دولة عربية يبشر بالتطبيع للكيان الصهيوني وحيث ما حل الكيان الصهيوني وقع الخطر في تمزيق هذه الامة العربية في كل دولة من الدول بان كان هدفه المغرب اكتشفت امر خطير جدا هكم شايفين خاوتي انها لحد الحمولات الجزائرية يعني كانت متوجهة نحو موريطانيا عبر الصحراء الغربية وبعد قصفتها المغرب في الحقيقة خاوتي المغرب مسحت يدها تماما من هذا الامر وقاعدة تحلف وتكتف قلت لها يا جزائر مانيش انا والله ماني انا لي هجمت لك على هذه الحمولة ومنا والجزائرية على الجل هذه هي لقطعة العلاقات تماما مع المغرب يعني هذه هي القطرة التي افاضت الكأس الان ابدأ يظهر بلي ربما الامارات هي في الحقيقة من هاجمت على الحمولة الجزائرية لانه كما لباكم خاوتي تم اكتشاف ان الامارات ريمت غلغلة في الجزائر وايضا في المغرب اكثر مما كنا نظن فالجزائر مؤخرا اكتشفت جواسيس اماراتيين يعملون لصالح اسرائيل داخل الجزائر قامت بطردهم وبعد طردت السفير ولكن عادت تراجعت على هذا الامر وباش تغطي الامر راح طردت وزير الاتصال ليس هذا هو الامر الوحيد اللي اكتشفت الجزائر من الامارات مؤخرا كما لباكم امارات فوطاط ضد الجزائر في مجلس الامن وثالث شيء حدث من طرف الامارات على الجزائر هو انه كان هناك اجتماع سري باسرائيل من طرف المخابرات الفرنسية والاسرائيلية وايضا الاماراتية خبتي وهذا كل هذا المخطط الثلاثي العنيف اندار ايضا للهجوم على الجزائر الجزائر الآن عرفت بلي كان مؤامرات كبيرة تحاك ضدها من طرف الامارات دارت حسابها وتصدت لهذاك الهجوم الشارس اللي كان جاي من الامارات لكن القصة كما قلت لكم لم تنتهي هنا لانه كما قلت لكم تظهر معلومات خطيرة تدل على الحقد الكابير للامارات ضد الجزائر في حين انه الجزائر عمرها موريت حتى عداء للامارات رغم انه تعرف انها يعني رأي تحاول طيح الجزائر قال لك يرى الموقع ان الامارات من خلال ممارساتها العدائية تجاه الجزائر تنذر بانفجار الازمة الدبلوماسية بين البلدين في اي لحظة يعني خاتي الجزائر الآن راح تلبح العب طول الامارات وربما حتى تقطع معها العلاقات قال لك حسب ما ورد في الشروق جريدة الشروق وفقا لمصادر دبلوماسية اجنبية وصفتها بالموثوقة فانه تم رصد تحركات مشبوهة لملحق الدفاع بسفارة الامارات العربية في الجزائر حيث صدرت عنه تصرفات لا تلق بممثل دبلوماسي لبلد عربي مسلم في حق دولة شقيقة طالما كانت حريصة على صيانة روابط الاخوة والعمل على ترقية العلاقة الثنائية في كافة المجالات وتكريس التعيش السلمي في المنطقة وخاصة بين الاقطار العربية اضفت الشروق ايضا ان هذا الملحق الاماراتي وجدير الذي كان يحمل رتبة عقيد صرح لأحد الدبلوماسيين في حضرة نظائره الاوروبيين انه في حال نشوب حرب بين الجزائر والمغرب شون قرح تصرح حرب قوية هذا انترك اخترحتها الان خوتي ربما راه ازلق راه يعني حاشكم ازلق وقالها قال باللي في حال نشوب حرب بين الجزائر والمغرب يعني كنت حاوسه في كل المواقع لا في المواقع العربية ولا في المواقع المغربية تم ذكر نشوب حرب بين البلدين كل يعني المشاكل بين الجزائر والمغرب هي مشاكل دبلوماسية يتلاحوا على بعضهم بالكلمات فقط ومرهم الحكت لدرجة الحرب شوفوش قال هذا الدبلوماسي الاماراتي خوتي قال في حال في حال نشوب حرب بين الجزائر والمغرب فان بلاده ستقف بكل امكانياتها مع المملكة العلوية مش كون هي المملكة خوتي هي المغربية الآن خوتي المغرب قد تظن بالك تظن باللي الامارات راهي في صالحها لكن في حقيقة الامر هي ان الامارات رايحاب تشوفنا اندمر بعضانا بروحتينا هي تقعد تفرج من البعيد وبالتالي تحقق انتصار اخر لاسرائيل ويولوا العرب لاتين ببعضهم ويخلوها يتقى غرضها في فلسطين لهذا خوتي الناس بدأت تتهم مؤخرا الامارات بانها هي من قصفت هذه الحمول اللي قلت لكم عليها تعالى الجزائر اللي كانت رايحها للموريطانيا لانه اولا الساروخ هذاك رايح للامارات الاسرائيل والجزائر ظنت انه هذاك الساروخ مغربي لكن الان رايبت تظهر بل الامارات اخطر مما كنا نتوقع بكثير شوفوا زادت قالت صحيفة الشروق خاتي قالت بلي هذا البلد المجهري هي تهدر علي الامارات يعني في جاي غفتة تغيص غيره يعمل ليلة نهارة على اثارة الفتن وتغذيتها بين الاشقاء الجزائرين والمغاربة حتى سرنا نجد اثار خرابه في كل الازمات الاقليمية بل والحروب عبر كل القارات لانه مجرد كيان وظيفي في لعبة الامم على مصرح الاحداث الدولية وينتهي الى زوال يوم يرفعه عنه سادته الدوليون الحماية العسكرية يعني يا خاوتي وش راي تقول هنا راي تقول بلي الامارات راي كماذاك الكانيش الصغير اللي طايح زم ماك شغل بيتبول راي تنبح وتعيط هذا لانه راي محمية من طرف امريكا وايضا ذروسيا مؤخرا لانها دخلت في البريكسة وايضا قيد بسبب حجمها الصغير وحقدها على الدول الكبيرة راي حب تديل بيناتهم الفتنة وتدمرهم نعم خاوتي يعني امور خطيرة جدا كنت ناظرة على الاستنتاجات التاعية يا خاوتي سبحان الله وراني لقيتها في موقع الاوراص يعني كنت هناك كنت نهتر لكم على حادثة قصف الامارات لشاحنة جزائلية كانت راحة الموريطانية وشوفوا هنا وجهة الموقع الاوراص خاوتي قال لك وعادة شروق الى نوفمبر 2020 يعني هذا هو الوقت اللي تم قصف فيها اذكتها الشاحنة الجزائرية حيث اكدت عبر مصادرها ان الجزائر مستائجدا من الامارات على خلفية خيراطها في استفزاز الجزائر بمناسبة التدخل العسكري المغربي حينها في منطقة الكركرات ووضحت المصادر ذاتها ان رئيس الامارات محمد بن زايد يدعم اطروحة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية لانه عاش بالمغرب مع بداية السبعينات القرن الماضي حيث انتسب الى المدرسة المولية الموجودة داخل القصر المالكي في الريباط وعمره 14 عام كعقاب من والده بل انه شارك خلال مسير الخضراء المزعوم سنة 1975 يعني الامارات خاوتي راه مخارطة جدا مع كل ما تفعله المغرب في الصحراء الغربية لكن كما قلت لكم خاوتي الهدف تحى ليس رايح حابة تشوف المغرب متطورة ولا رايح حابة تشوف المغرب تغلب الجزائر رايح حابة تشوف دمار البلدين معا يعني دمار المغرب وايضا دمار الجزائر وانا كنت قلت لكم خاوتي بل الامارات رايديجا نجحت فيما سعاها لانه احد اهم الاسباب التي رفضت بها الجزائر الانضمام الى البريكس هي انه للجزائر نزاع مع الدول المجاورة لها يعني ما عندهش علاقات جيدة مع الدول المجاورة عندها مشاكل مع المغرب عندها مشاكل ايضا مع فرنسا عندها مشاكل مع الكثير من الدول المجاورة لها هذا الامر اعتمداته البريكس في اختيار الدول اللي راح تنضم اليها البريكس كيت حبيه الدخل السعودية ير أيضا الصالطيس بين مصر والتكوبيا ثم قبلهم يدخلوا في البريكس البريكس عرضي صالح بين الجزائر والمغرب ولكن الجزائر الخلاص الواسطة تخلى منطقة اللاعب ذاكما قال رئيس عبد المجد تابون وقال باللي عمرنا ما سنصالحه المغرب لهذا رفضت البريكس قبولة الجزائر يعني داخل فيها الإمارات وداخل فيها المخزن وداخل فيها كل شيء الآن خارطي خاصنا نقعده وخامه مع بعضنا شوي على البنبل الإمارات هي رغي حابة تدير الحرب بين الجزائر والمغرب وعلى البنبل العلاقات المقطوعة الآن بين الجزائر والمغرب رأيت تدير البلدين في زود كل جزائر كل مغرب إلى الهاوية الكثير مانيش نقول أنا تعدو تبدو تهجمو خارطي وعلى ما تقومش الجزائر بتطبيع علاقتها مع المغرب عمرها ما تطبع مع علاقتها مع إسرائيل تتفهم هي مع المغرب وتحاول تقنحها تتخلى عن تطبيعها مع الكائن الصهيوني ثم بعدها يديروا حل بشأن الصحراء الغربية يعني ربما المغرب بعدها مش رح تولي تحتاج الصحراء الغربية لكن هذا رأي فقط وأنا مجرد إنسان يقوم بتحليلات بسيطة أنتم أخواتوا يشراكم في هذا الموضوع لو كان زمن ديروا فوت ضكا ركزوا معي شكونا تقولوا صح أهجم على هذه الشاحنات على الجزائري اللي كانت تنقل السلعة متوجهة إلى موريطانيا عبر الصحراء الغربية هل تراونا أن المغرب هي لقصفت هذه الشاحنة ولا الإمارات هي لقصفت بنا أن علاقة المعلومات اللي أنا أعطيتها لكم اليوم في هذا الفيديو خبرونا لكم في التاريقات كما شفتوا خاوتي هذا هو موضوعنا لليوم لابري طويل ولكن مهم جدا شكرا جزيلا شكرا على المشاهدة وسنلتقي مع المزيد من الأخبار والمواضيع إلى اللقاء